لكل أمة فتنة وفتنة أمتي المال الفلوس ولعلها واضحة في هذه الأيام وأخطر ما فيها مش تفرق القلب تعلق القلب بالمال تعلق القلب بالمال إزاي؟ قال علامة تعلق القلب بالمال أن يؤثر العبد الموت على الفقر يقول لك لو معيش فلوسها مو تحسن يبقى هذا قلب متعلق بالمال تعلق القلب بالمال إلا قال عنه الإمام أحمد لما قيل له الرجل يملك ألف دينار ويكون زاهدا ألف دينار ألف دينار يعني دلوقتي خمسة مليون ألف دينار ألف دينار يبقى واحد مقى خمسة مليون ويبقى زاهد في الدنيا قال نعم قيل كيف؟ قال إذا لم يفرح إذا زادت ولم يحزن إذا نقصت يبقى فرحك بالزيادة وحزنك من النقصان تعلق القلب بالمال تعلق القلب بالمال ما يبقاش قلبك متعلق بالفلوس لأن الرزاق هو الله كما علمناها الإمام أحمد عدم تعلق القلب بالمال قال إزاي؟ قال إنما هو طعام دون طعام ولباس دون لباس وإنها أيام قلائر هي دي الفلوس زي ما قلت قبل كده في رمضان لو واحد عاش رمضان التلاتين يوم ما يكلش غير حق خبز حاف ومية يموت في آخر الشهر قالوا لا ما يموتش ده احتمال يكون صحيته أحسن نعم قلت كل مشاكل المال بقى عشان نحط جنب المية والرغيف الحاف ده إيه؟ شوية حاجات حتة لحمة وشوية خضار وشوية فكهة وشوية هو دي القضية طعام دون طعام في واحد بيقضيها زي ما قلنا كده ممكن يتغدى بعشرين جنيه مش هقول بخمسة جنيه واحد ممكن يتغدى بألف جنيه صح ولا لا؟ بألف ألف جنيه وأكتر فعشان كده والفرق بينهم إيه؟ زي ما قلت ببساطة مجرد مرور الطعام من الحلق طعم الطعام كله فين؟ في الفم لكن ساعة ما نزل البط ده شبعان وده شبعان ونفرقتش خلاص والاتنين هينزلوا في الحمام خلص الموضوع ولباس دون لباس في واحد بيلبس سوب بأسين جنيه ولا بخمسين جنيه فالشاهد إيه؟ في واحد لبس جلبية بمية جنيه وواحد بيفصل جلبية بألف جنيه جلبية بردو وهكذا طعام دون طعام لباس دون لباس وإنها أيام والكل عايش يعني أبو جلبية بمية جنيه ده مش ميت عايش واللي بيتغدى بعشة جنيه وبخمسين جنيه ده عايش مش ميت وأبو ألف جنيه عايش والأتنين عايشين ولو اللي بيتغدى بخمسة جنيه راضي يبقى أسعد من أبو ألف جنيه اللهم ارزقنا الرضا واجعلنا منها فخاطئت تفرق بالتخلص من هموم الدنيا وقلنا التخلص من هموم الدنيا قلنا أدعية الخلاص من الهم بمنتهى البساطة في كلمة واحدة التخلص من الهم تعلق القلب بالله واحدة بس تعلق القلب بمنتهى البساطة في كلمة واحدة إنك ما تبقى الشيء الهم إن أي مشكلة اللي يحلها ربنا واللي يقدر على حلها ربنا وإنها تتحل بطاعة الله مش بمعصية الله بس هو ده تعلق القلب بالله إن أنا عندي أي مشكلة أحلها إزاي أحلها فين مع ربنا عندي مشكلة أحلها مع ربنا معاه سبحانه وتعالى